ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نحن الآن في غرفة ستندرد في فندق في منتجة جيرموك غرفة بسرير مزدوج لشخصان مع تلفزيون مسطح بلازمة ومكتب صغير مع هذه الأريشة و قاصة أو شيب مع ميني بار الحمام وهذا المشهد من نافذة الغربة اللي فوق الجبل هي تلفريخات جيرموك هذه الغرفة الثانية في فندق حياة فلس أيضاً استندرد لكن هذا توين لشخصان أيضاً هذه الأريخة وتلفزيون بلازمة مع مكتب نفس الغرفة الستندرد اللي شفتو هنا الفرق أكو بوابة هذي باب اللي يعبر على الغرفة الثانية يعني هذا ممكن إذا عائلة يجون يطلبون غرفتين مثل معاهم أطفال الأطفال في هالغرفة يكون والوالدين يكونوا بهذا الغرفة اللي يكون بسرير مزدوج قبل كل شي أنا التقارير الأخرى ذكرت فندق حياة فلس طبعاً هو فندق حياة فلس تغير اسمه الآن جراند ريسورت هذه الغرفة اللوكس اللي عبارة عن صالة كبيرة هذه محتوياتها وغرفة بسرير دبل هذه غرفة اللوكس وهنا عدنا الحمام والتواليت خزان للملابس وهنا خزان آخر في هذه الغرفة طبعاً ممكن إذا عائلة يجون رجل وزوجته وأطفال هنا سرير إضافة ما ينضاف في هذا الفندق يفتح هذه الأريخة تفتح وتتحول إلى سرير لشخصان أما لو كان معاهم طفل عمر سنة سنتين ممكن يعطوه سرير صغير هذه القاعة اللي أمامنا هي قاعة الجمناستيك اللي تدخل أيضاً من ضمن أجور على الغرفة بإمكان النزيل أن يمارس الرياضة هنا أكرر ما شاهدته الآن هو في فندق Grand Resort في منتج جيرموك في أرمينيا مثل ما ذكرنا هذا الأمامنا صالة الألعاب الرياضية الجمناستيك هنا موجود غرف ممكن أن يتم تبديل الملابس بها وهنا موجود صالون تجميل السيدات إذا يعجبهم مثل موجود صالون تجميل هنا مرين ندخل نصوركم داخل لكن هذا يبين المكان شي نظيف وحلو وهذه طبعاً القاعة اللي فيها يتم العلاج بالمياه المعدنية اللي نسمي سبا مثل مساج علاج بالمياه المعدنية هنا الجاكوزي مكان جميل ونظيف مرين نسوي دعاية بقدر ما تشوفوها على حقيقتها حسناً أحدكم يرغب أن يزور هذا المنتجع ويقين في هذا الفندق الذي لا ينقصه أي شيء وأكرر يمكنكم أن أتأكدوا حجوزاتكم الفندقية في هذا الفندق من خلال آرارات للسياحة نحن نعرض عليكم صور أو فيديوهات الغرف التي سيتم حجزها لكم الآن وصلنا إلى مسبح فيندق جراند ريسوفت هذا هو المسبح للكبار مسبح داخلي درجة الحرارة طبعاً أنا أعتقد 38 أو 40 وهذاك الصغير مسبح للأطفال وهذه القاعة الأمام أيضاً غرفة الساونة نحن متوجهون إلى قاعة الطعام حيث بإمكان النزلاء تناول وجبة الأفطار فيه هذا مكان استراحة اللوبينغول وهذه غرفة الطعام لتناول الأفطار وهنا المطبخ هنا موجود بالكون إذا نشوف في الأيام الحارة ممكن النزلاء أن يخرجوا ويتناول وجبة الأفطار هنا في هذا المكان مكان رائع جداً لكن الأجواء باردة طبعاً لا يوجد أحد يقعد هنا حتى يتناول الأفطار وهذا المشهد من خارج الفندق